أهلاً وسهلاً بكم من جديد أهلاً وسهلاً بكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر منصاتنا المختلفة وصلنا إلى الفقرة التحليلية ضمن برنامج ماشتة سودانية ويصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً أستاذ مصطفى وأهلاً وسهلاً ومرحباً بالمشاهدة الكريمة أهلاً وسهلاً بك نبدأ الجولة من سودان ومنها نقع حيمتي اتفقت مع البرهان أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء أعلن نايب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان داجلو حيمتي أمس إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على اختيار مدني لرئاسة مجلسي السيادة والوزراء مؤكداً ارتزامه بالتعاون مع الأطراف المدنية كافة لإكمال الفترة الانتقالية ومن جانبه جدد حيمتي في نشرة صحفية أمس التزامه الصارم بتعهداته بخروج الجيش من المشهد السياسي قائلاً إنه والبرهان أكد التزامهما بالخروج من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين وكشف حيمتي عن عقد اجتماع بينهما مساء الخميس أقرى فيه بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيس مجلس السيادة والوزراء داعياً إلى تشكيل حكومة مدنية تتوافق عليها قوى الثورة وتستكمل مهام الانتقال وتؤسس لتحول الديمقراطي حقيقي أستاذ حيدر ما هو الجديد الذي حمله لقاء البرهان والحمد؟ نعم طبعاً هو الجديد بحسب ما جاء في الخبر الحديث عن أنه رئيس مجلس السيادة يتم اختياره بواسطة القوة المدنية هذا هو الجديد قبله في بيان 4 يوليو الذي ذعه البيان وقرر فيه الانسحاب من المفاوضات تلجارية أو الانسحاب من المشهد السياسي ذكر أنه بعد أن تتوافق القوى المدنية على تشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية إلى آخره سيتم حل مجلس السيادة ولم يأتي على ذكر البديل لمجلس السيادة وإنما أشار إلى وقتها سيتم تكوين المجلس الأعلى للدفاع والأمر ودارت أحاديث كثيرة حول هذا الأمر باعتبار أنه سيكون بحسب البرهان نفسه يمثل رمز السيادة مجلس الدفاع والأمن الذي أشار إليه البرهان ويتولى الأمور السيادية والإشراف على بنك السودان إلى آخر مدار حول هذا الأمر الآن الجديد في حديث حميتي أو حسب ما ذكر بعد لقائه واجتماعه بالبرهان يوم الخميس الأول من أمس أنه سيعحد إلى المدنيين مهمة اختيار رئيس مجلس السيادة معناها الجديد أنه سيكون هناك مجلس السيادة وسيبقى مجلس السيادة هذه واحدة الأمر الثاني أشار إلى يعني بشكل واضح إلى قوة الثورة يعني كان الحديث في السابق يدور حول القوة السياسية المدنية وتوافق القوة السياسية والقوة المدنية الآن هناك التحديد بشكل أدق يتحدث عن قوة الثورة طبعا ليست كل القوة السياسية والقوة المدنية الموجودة في الساحة هي من قوة الثورة هناك قوة سياسية تعمل ضد الثورة وهناك قوة سياسية إنما جاءت الثورة لاقتلاعها ضمن مقتلعة من لافتات وهياكل النظام البائد ليس المؤتمر الوطني وإنما هناك أيضا قوة سياسية ومدنية كانت متماهية مع النظام البائد وشريك له حتى أخر لحظة على ماذا يمثل هذا الاعتراف؟ اعترافهما بقوة الثورة نفسها أنا أعتقد أن مجمل هذا الحديث لا يملك الشخص إلا أن يجيد به ويعتبر خطوة إلى الأمام لكن المحق الأساسي أن تترجم هذه الأقوال مثل هذه الأقوال الجيدة إلى أفعال على الأرض هذا هو المحق وهذا هو التحدي ولدنا أسأل عن هذه النقطة لكن ماذا تقرأ بالعودة إلى النقطة الأولى من إشارة حميتيب أن اختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء يتم اختيارهما من قوة الثورة نعم هذه الإشارة كيف تقرأها؟ أنا قرأتها باعتبار أنها يعني يعني معطي جديد يعني الحديث في السابق كان يتم حول القوة السياسية والقوة المدنية يتم حول أن يحدث توافق بشكل واسع ما بين القوة السياسية والقوة المدنية لكي تكون بعد ذلك مؤهلة لاختيار رئيس مجلس الوزراء واختيار الرئيس مجلس السيادة نعم مجلس السيادة ما أتى هذا معطي جديد لم يكن في السابق نعم وهياك إلى الفترة الانتقالية إلى آخره لمعنى المطرف الآخر قوة الثورة نفسها كيف يمكنها أن تستفيد من هذا الحديث؟ أنا أعتقد أنه ما هو المطلوب شنو؟ المطلوب أنه يترجم هذا الحديث إلى أفعال على الأرض باتخاذ قرارات نافذة يعني البرهان نفسه ظل يتحدث عن الانسحاب من المشهد السياسي ولم ينسحب حقيقة كان هذا مجرد حديث أطلقه على عواهنه لم يتخذ أي خطوات عملية ولم يتخذ أي قرارات عملية لترجمة ما قاله حول الانسحاب من المشهد السياسي إلى واقع فعلي فما ذال يسيطر على الأمر ويحكم قبضته على مفاصل الحكم الآن في هذا الخبر التزام صارم يعني تكرر التصريح مجددا بالخروج من المشهد السياسي للمكون العسكري برمته بحسب حديث حميتي هل ما زلت يعني على حديثك بأن ليس هناك أي خطوات عملية في هذا الاتجاه؟ نعم نعم ليست هناك عملية وما ذال هذا يعني مجرد حديث طيب نسله مثل ما سبغته من أحاديث حول هذا الأمر المطلوب أن يتم استصحاب هذا الحديث الذي يعني في تقديري أنه خطوة جيدة للأمام على طريق إنهاء هذه الأزمة المتطاولة ولكن يفترض أن يعقبه مباشرة اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما جاء في هذا الخصوص بحسب ما ذكر الفريق حميتي ترجمة نانسي قنقر